راديو دبنغا اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا العزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 10 يونيو عام 2023 برنامجنا بيجتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عنوينها القوات المسلحة والدام السري يتوصلان الى اتفاق وقفة لقنار في كافة انحاء البلاد لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا اليوم السبت اللجنة العليا لمعالجة الاوضاع الانسانية تتهم قوات الدعم السري بالقرصة على المساعدات الانسانية الحكومة السودانية والامم المتحدة يتفقان على ايصال المساعدات الانسانية لمدينة الجنينة عبر تشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي نايب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قوى الرقم شمس الدين كباشي البلاد تواجه الغزو اجنبيا ومرتزقة اتى بهم المتمردون من خارج البلاد والان الى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا اعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصل طرفي صراف السودان الى اتفاق وقف اطلاق النار في كافة انحاء البلاد لمدة 24 ساعة وتبدأ الهدن اعتبارا من اليوم السبت الساعة السادسة بتوقيت الخرطوم وقالت الخارجية السعودية في بيان ان الاتفاق يلزم الطرفان بوقف الهاجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات اتفقت اللجنة العليا لمعالجة الاوضاء الانسانية والامم المتحدة الى ايصال المساعدات الانسانية لولايات غرب دارفور عبر دولة تشاد بسبب الاوضاء الامنية وتوجه وفد من الامم المتحدة يوم الجمعة من تشاتل الجنينة لاجراء مسوحات والوقوف على الاحتياجات الانسانية ووصف رئيس اللجنة العليا لمعالجة الاوضاء الانساني احمد ادم بخيت في حوار مع راديو دابنكا الاوضاء بمدينة الجنينة بالكارسية وآلن عدم معرفة ما يدور في المدينة بسبب انقطاع الاتصالات قالت منظمة طباء بلا حدود ان القتال في الخرطوم اشتد بشكل ملحوظ خلال الاثنين وسبعين ساعة الماضية بين الجيش وقوات الدعم السريع وان فريق من المنظمة استقبلت في مستشفى بشاير التعليمي اكثر من 150 مصابا بصدمات الحرب واكملت 26 تدخلا جراحيا رئيسيا وقالت المنظمة عبر تويتر يوم الجمعة ان فريق الجراحة والطوارئ التابع لمنظمة طباء بلا حدود يعمل جنبا الى جنب مع الطاقم الطب المحلي والمتطوعين لتقديم الرعاية الطبية الضرورية المنقذة للحياة علنت لجنة تنسيقية الفاشر عن مقتل ستة اشخاص منهم اربع شقا في احداث مدينة كوتوم بولاة شمال دارفور واكد مقرر مكتب الرصد والمتابع لتنسيقية لجان المقاومة محمد يوسف لراديو دابنقا ان القتلهم حسين ادريس سليمان واتقان ادريس سليمان وعبد جبار ادريس سليمان وابا بكر ادريس سليمان وانور محمد سليمان والعمدة عبد الرحمن واضاف محمد يوسف لراديو دابنقا في هذا الخصوص صارتنا خبل خليل بعض المعلومات عن الشهرة في مدينة كوتوم ومن بتعلق لأسرة واحدة حسين ادريس سليمان واتقان ادريس سليمان وادو جبار ادريس سليمان وابا بكر ادريس سليمان دي الاخوة واشقها يعني قتل الستة دير كله من أسرة واحدة وانور محمد سليمان ملقب انور جفون الامن دابن رحمان قال عوض مجلس السيادة الانتقالي الفريق ورق شمس الدين كباشي ان البلاد تواجه غزوا اجنبيا ومرتزق اتبهم المتمردون من خارج البلاد وعداء الكباشي الذي ظهر في فيديو امس الجمعة اصناع تفقد القوات في بعض المواقع العدم الالتفاة الى الاكاذيب والشعيعات التي ظل يبصها المتمردون في الاعلام واعتبر الاشعاعات دليل على انهزامهم بعد ان تفرقوا للسرقة والنهب وتخرب المرافق الحيوية واحتلال منازل المواطنين اكدت اللجنة العليا لمعالجة الوضاع الانساني التزامة باتفاق جدة لتسهيل وازالة العقبات التي تعطرد مسار العمل الانساني واكد رئيس اللجنة منح التأشيرات لكل المنظمات وحاول عدم منح بعض الافراد العاملين في الحقل الصحي تأشيرات دخول قال رئيس اللجنة لراديو دابنقا انه الامر متروك للجنة مكونة من وزارة الخارجية ومفوضية العون الانساني والاجهزة الامنية واضاف احمد ادم بخيت لراديو دابنقا في هذا الخصوص اقرت اللجنة العليا لمعالجة الوضاع الانسانية بوجود مشاكل في بعض المعابر الحدودية تواجه الفارين من الحرب بالسودان خاصة معبري تشاد ومصر وقال اتدارة وحدة النقل البري في معبر شكيت ان جمهورية مصر اخترتهم امس الجمعة بتوقف العمل وفقا للبرتوكول بين البلدين وقال رئيس اللجنة العليا احمد ادم بخيت لراديو دابنقا انه هناك مشاكل امنية في معابر تشاد واضاف رئيس اللجنة ووزير الرعاة الاجتماعية احمد ادم بخيت لراديو دابنقا في هذا الخصوص اتهمت اللجنة العليا لمعالجة الاوضاع الانسانية قوات الدعم السري بالقرصنة على المساعدات الانسانية واكدت صعوبة توصيل المساعدات الى ولاية الخرطوم بسبب المعارك الدائرة بين الجيش والدعم السري وقال رئيس اللجنة العليا احمد ادم بخيت في حوار مع راديو دابنقا ان المساعدات الانسانية كثيرا ما يتم الاستيلاء عليها بواسطة قوات الدعم السري اعلنت جمعية الحلال الاحمر السوداني عن توقف نشاطة بولاية الخرطوم بسبب حدة الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السري وقال المناسق العلامي هيسم ابراهيم لراديو دابنقا ان حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السري تحول دون الحركة وبالتالي توقف العمل واكد هيسم استمرار عمل المنظمات في الولايات خاصة فيما يتعلق بتوزيع الزراء والمساعدات الانسانية الاخرى عربط المفوضية السامية لحقوق الانسان عن قلقها من استمرار المعارك في السودان بين الجيش والدعم السري والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاختفاع القسري والاعتقال التعسفي ودع المفوض السامي طرفي القتال لضمان حماية المدنيين واحترام القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان واجراء تحقيق فعال ومستقل في جميع الانتهاكات ومحاسبة المزولين عنها وقال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان جريمي لورانس في بيان لقي ما لا يقل عن 71 طفلا مسراعهم في دار للأيتام في الخرطوب منذ بدء القتال بسبب نقص المساعدات الانسانية بما في ذلك الامدادات الطبية قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أن مدينة الأوبيد بشمال كردفان تعاني من حصار بواسطة الدعم السريم ما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي والصحي لمواطني المدينة وأوضحت في بيان أن معظم المواد التموينية نفزت من الأسواق وأن هذا سيقود إلى كارثة غزائية وشيكة إذ لم يتم إيصال المواد الغذائية قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن هناك بواد ريجابية في المحادثات بشأن تطورات في السودان ودعا الوزير السعودي الأطراف في هذا البلد للالتزام بالاتفاق ووقف اطلاق النار وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أنه تم تحقيق بعض النجاحات في مفاوضات جدة تشهد مراكز اليوا في ولاية النيل الأبيض اقتصاص شديد بسبب ازدياد حركة النزوح إلى الولاية مع نقص كبير في المساعدات الإنسانية خاصة الأغذية والأغطية وقال عماد أحمد سالم من غرفة طوارق كوستي لراديو دابنغا أن مراكز اليوا بالولاية امتلأت وأن هناك 180 أسرة في كوستي الآن في العراء تحتاج إلى مساكن وأوضح أن الوضع المعيش للنازحين تفاقم بشكل كبير حيث تشهد مراكز اليوا نقص كبير في المواد الغذائية ومواد اليوا والأدوية الخبر الأخير في النشرة من المنتظر أن يوقد غداً الاثنين بدولة جوبوتي القمة العادية الرابع عشر لرؤساء الدول والحكومات العفريقية اليقاد ويناقش القمة الأوضاع في السودان بمشاركة نائب رئيس المجلس الانتقالي مالك عقار وأكد مصدر بليقات راديو دابنغا مشاركة نائب رئيس المجلس الانتقالي مالك عقار في القمة وكشف عن اجتماع يضم الرواساء الثلاثة الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس جنوب السودان سلفاكير ماياردت والرئيس الجوبوتي علي أمر جيلي المكلفين بالوساطة في الملف السوداني بالتزامن مع قمة إيقاد مستمعيننا العيزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار القدمناها لكم من راديو دابنغا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة